اشتركوا في القناة اول في مدة اللغة العربية استعدادا لاختبار الفصل الاول لكن قبل ان نتطرق الى هذه المراجعة وان كنتم لاول مرة تشاهدون قناتكم التعليمية تلميذ المتميز لا تنسوا الاشتراك فيها والضغط على الاعجاب وكذلك تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد وبدون ايطالة على بركة الله نبدأ بالسؤال الاول والذي من خلاله سنراجع درس انواع الكلمة اذا يقول السؤال صنف الكلمات التالية حسب الجدول اذا لديكم مجموعة من الكلمات مشوشة نصنفها حسب انواع الكلمة التي هي اسم فعل وحرف اذا تذكروا بان انواع الكلمة هي يمكن ان تكون اسم وفيما يخص الاسم قلنا يمكن ان يكون اسم انسان او اسم حيوان او اسم شيء في السنة الرابعة نضيف للتلميذ ان الاسم يمكن ان يكون صفاته يمكن ان يكون اسم مكان يمكن ان يكون ايضا ضمائر منفصلة يمكن ايضا الاسم ان يكون اسم اشارة او اسم موصول اذا تذكروا جيدا هذه كلها عبارة عن اسم اما ثاني نوع من الكلمات لدينا هنا الفعل والفعل يمكن ان يكون ثلاثة انواع ايضا فعل ماضي فعل مضارع او فعل امر في الاخير لدينا النوع الثالث فيما يخص الكلمة وهي الحرف بحيث الحروف ندرس في السنة الثالثة حروف العطف وحروف الجار لحد الان اذا نبدأ باول كلمة وهي كتبو كتبو هي كلمة تدل على قيام الفعل الذي هو كتابة وهو فعل ماضي اذا مباشرة اكتب كتبو عبارة عن فعل هذا في اول كلمة ثاني كلمة لدينا هنا الفا الفا عبارة عن حرف عطف اذا سأصنفه من بين الحروف بعدها انتقل الى الكلمة الثالثة لدينا هنا هشام هشام عبارة عن اسم انسان اذا هو اسم الى الكلمة الموالية عن عبارة عن حرف جر اكتبه في خانة الحرف الى كلمة رسمت لدينا هنا رسمت كلمة تدل على فعل وهو الرسم اذا هو عبارة عن فعل وهو فعل ماضي لان لديه تاء مفتوحة هذا عبارة عن اسم فعلة الكلمة الموالية التي عبارة عن اسم موصول اذا سأضعه في خانة الاسم نذهب الان الى الكلمة ما قبل الاخيرة وهي في في عبارة عن حرف جر اذا اضعه في خانة الحروف وعندنا هي ضامر منفصل والضمائر المنفصلة قلت لكم هي اسم اسم اذا هذا بالنسبة لمراجعتنا لدرس انوع الكلمة ننتقل الى السؤال الثاني والذي من خلاله نراجع درس الفاظ النسبة يقول السؤال الصغ من الاسماء التالية لفظ نسبة اذا لديكم هنا اربع كلمة وهي اسماء يجب ان نصغ منها الفاظ النسبة فيما يخص لفظ نسبة قلنا عبارة عن اسم ننسب اليه لكن دائما ينتهي بياء مشددة ومكسور ما قبله نبدأ باول كلمة لديكم هنا مطاط اذا من اجل ان اكتب لفظ نسبة علي ان اكتب اولا مطاط هنا اضيف في الاخير ياء مشددة واقوم بكسر ما قبله اي هذا الحرف مطاطي هذا هو لفظ نسبة نفس الطريقة مع كلمة زجاج اضع كلمة زجاج واضيف لاخر حرف ياء مشددة واقوم بكسر الجيم اي الحرف ما قبل الاخير الذي يسبق لياء مشددة زجاجي الى كلمة ذهب لكن هنا اضفت لكم تأمر بوط اذا سنقوم بجعله مؤنث فاكتب ذهب ولكن اوضيفياء مشددة لكن متصلة بالتاء المربوطة واقوم بكسر الحرف ما الذي يسبق لياء مشددة فنقول ذهبية سماء لدينا هنا سماء يمكن ان اكتبه بهذه الطريقة سماء لكن اضع الهمزة على النبرة لانها ستكون مكسورة فاقول سمائي بوضع الياء المشددة في الاخير كما يمكن ان نقول ايضا سماوي هذه ايضا اجابة صحيحة بحيث يمكن ان نحول الهمزة الى الواوة وهي الاصح في الحقيقة فنقول سماوي بهذه الطريقة بتحويل الهمزة الى واوة اذا هذا بالنسبة للتمرين الثاني نذهب الى التمرين الثالث هذا التمرين الثالث سوف نراجع من خلاله ظروف الزمان يقول السؤال اكمل الفراغ بظرف الزمان المناسب فجرا مساء وصيفا اذا نذهب الى الجملة الاولى التي تقول امارس الرياضة بعد الخروج من المدرسة متى امارس الرياضة بعد الخروج من المدرسة إذن في المساء فنقول مساء وقت المساء ظرف زمانه هو مساء أما فيما يخص الجملة الثانية تقول يتوافد المصطفون إلى البحر متى يتوافد المصطفون إلى البحر في وقت الصيف إذن سنقول صيفا فظرف الزمان صيفا يدل على وقت الصيف يبدأ المسلم صلاته متى يبدأها في الصباح الباكر وهو في الفجر فنقول فجرا فصلاة الفجر هي أول صلاة نبدأ بها يومنا ننتقل الآن إلى التمرين الرابع والذي من خلاله سوف نراجع معا درس التشبيه بكف إذن يقول هنا السؤال عبر باستعمال التشبيه بكف مستعينا بكلمتين مما يلي إذن لديكم هنا مجموعة من الكلمات المشوشة يجب أن نأخذ كلمة ستكون على شكل مشبه ونختار كلمة أخرى ستكون على شكل مشبه به نبدأ بأول كلمة سريع ستكون مشبه نشبهه بكلمة أخيرة فنقول سريع ك ونختار كلمة أخرى سنجد هنا الفهدي فنقول سريع كالفهدي فالفهد معروف بسرعته فنشبه مثلا المتسابق بأنه سريع كالفهدي وكملاحظة فقد دائما المشبه به الذي ملتصق أو يتصل بالكف يكون دائما مجرور بهذه الكسرة ثاني كلمة وهي منير كلمة منير معناه مشع أو مضيء هنا لدينا القمر هو الذي يضيء فنقول منير كالقمر دائما المشبه سيكون مرفوع والمشبه به يكون بالكسرة في آخره يبقى لدينا الأسد وشجاع أكيد سنبدأ بشجاع المرفوع ثم نختم كمشبه به الأسد فنقول شجاع كالأسدي مثلا المجاهد شجاع كالأسدي إلى التمرين الخامس الآن والذي من خلاله ننتقل إلى الإملاء ونراجع كيفية كتابة التاء يقول السؤال أكمل الناقص بتاء مناسبة مفتوحة أو مربوطة إذن فيما يخص التاء المفتوحة درسناها منذ السنة الثالثة قلنا تكون في ثلاث حالات في الفعل الماضي في الجن مع المؤنث السالب والإسم الثلاثي ساكن الوسط تاء المربوطة تكون في الإسم المفرد المؤنث نذهب إلى هذه الفقرة التي تحتوي على كلمات فيها تاء إما منفتوحة أو مربوطة لدينا خرجت باكرا للذهابي نبدأ بخرجت نكتبها بتاء مفتوحة لأن نوع الكلمة هنا فعل ماضي خرجت باكرا للذهابي للمدرسة المدرسة اسم مؤنث ومفرد إذن تاءها مربوطة لكن ستكون متصلة وفي طريقي رأيت رأيت فعل ماضي إذن سأكتب أيضا التاء مفتوحة وفي طريقي رأيت طفلا يحتاج المساعدة هنا المساعدة اسم مفرد مؤنث إذن سأكتب تاء مربوطة لكن هنا ستكون تاء منفردة بعد سقوطه على الأرض فسارعت هنا سكون وليس فتح فسارعت أيضا فعل ماضي بتاء مفتوحة فسارعت إليه لأساعده على النهوض وحمل المحفظة المحفظة اسم مفرد مؤنث إذن بتاء مربوطة دائما مع الإملاء لكن هنا مع تعليل كتابة التاء إذن السؤال السادس يقول علل سبب رسم التاء في كلمة استنشقت أولا يجب على التلميذ أن يحفظ هذه الجملة لكي يعرف صياغة الجواب فدائما نكتب هكذا كتبت التاء في كلمة ونكتب تلك الكلمة بين قوسين تعلموا هذه الصياغة كتبت التاء في كلمة وأكتب استنشقت بين قوسين وأكمل كتبت التاء في كلمة استنشقت كيف رحظوا جيدا التاء في آخر هذا الفعل هي تاء مفتوحة إذن مباشرة أقول كتبت التاء في كلمة استنشقت مفتوحة هذا أول جواب عندكم عليه مثلا نصف نقطة ثم أقول لأنها دائما هنا أقصد الكلمة إذن مؤنث لأنها نوع الكلمة هنا استنشقت عبارة عن فعل ماضي فأقول لأنها فعل ماضي إذن هذا فيما يخص الإملاء ننتقل الآن إلى مراجعة الإعراب لدينا هنا الثمانين الثامن يقول السؤال أعرب الكلمات المسطرة في الجمال التالية لدينا أول جملة تقول يلعب الطفل بالكرة سطرت لكم كلمة يلعب كيف نعربها أول شيء نحدد نوع الكلمة يلعب عبارة عن فعل هذا الفعل ما نوعه فعل مضارع لأنه وقع في زمن الحاضر ويبدأ بياء المضارع وأيضا أجده بسوف سوف يلعب فمباشرة أكتب يلعب فعل مضارع كيف يكون الفعل مضارع قلنا يكون دائما مرفوع فأكتب فعل مضارع مرفوع ثم نضيف وعلامة رفعه وننظر إلى آخر حرف بماذا شكل لكي نكتشف علامة الرفع ها هي هنا الضم فنقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة هل تظهر نعم فنقول الظاهرة على آخره إلى الجملة الثانية التي تقول دخل المدير إلى مكتبه نعرب كلمة دخل إذن منع كلمة دخل عبارة عن فعل وهو فعل ماضي لأنه وقع في زمن الماضي لا يبدأ بأحد حروف المضارعة وأجده بلا قد لقد دخل فأقول مباشرة فعل ماضي الفعل الماضي دائما مبني فأقول فعل ماضي مبني على وأنظر في آخر حرف يوجد الفتح إذن سأقول على الفتح إلى ثالث جملة والتي تقول يسقي المزارع الزرع فيما يخص يسقي دائما ما نوع هذه الكلمة هي فعل فعل مضارع يبدأ بياء المضارع وقع في زمن الحاضر وأقول سوف يسقي إذن فعل المضارع الفعل المضارع دائما مرفوع وأقول وعلامة رفعه وأنظر إلى آخر حرف ما هي العلامة إذن هنا سأجد في آخر هذا الفعل حرف علا والذي هو ياء إذن لن تظهر أمامي هذه الضمة فكيف أقول أقول وعلامة رفعه الضمة المقدرة معناه لا تظهر المقدرة على هذا حرف العل الذي هو الياء فنقول أعلى الياء إلى آخر جملة التي تتمثل في رسمة التلميذة زهرة إذن سنعرب رسمة التي هي عبارة عن فعل وهذا الفعل فعل ماضي أيضا لا يبدأ بأحد حرف المضارع عنده التأ المفتوحة يدلع لأنه فعل ماضي وأجده بلا قد لقد رسمت إذن رسمت فعل ماضي والفعل ماضي دائما مبني فأقول مبني على وأعود إلى آخر حرف أصلي التأ المفتوحة أعربها لي وحدها فأنظر إلى الميمة أجد هنا الفتح رسمت إذن على الفتح أما التاء هنا عبارة عن تاء الساكنة والتاء الساكنة أعربها دائما والتاء للتأنيث إذن تذكروا جيدا في الفعل الماضي إذا كانت التاء ساكنة نقول التاء للتأنيث أما إذا كانت تاء فيها ضمة معنى تاء الفاعل مثلا رسمت فنقول مثلا في كلمة رسمت فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني في محل أرافع فاعل إلى آخر تمرين الآن نرجع فيه التحويل يقول فيه السؤال إليك الجملة التالية الجد يتفقد أشجار الحديقة السؤال صرف هذه الجملة مع ضمائر المتكلم في زمان الماضي إذن أول شيء يجب أن نصرف هذه الجملة إلى ضمائر المتكلم ما هي ضمائر المتكلم هي أنا ونحن فيجب أن نبدأ بكلمة أنا أو نحن وتذكروا هنا معي بأن في ضمائر المتكلم عندما نصرف إذ الفعل إلى زمان الماضي يجب هذا الفعل الذي هو هنا أن يتفقد في الضمير أنا تتصل به تاء الفاعل فمثلا هنا ننزع الجد ونغيره أو نعوذه بأنا فنقول أنا في الماضي تفقدت يجب أن يتصل بهذا الفعل تاء الفاعل هكذا نقول أنا تفقدت وعليه هذا الفعل هو في زمان الماضي وأقول أنا تفقدت أشجار الحديقة إذن كلمة أشجار تبقى كما هي والحديقة أيضا تبقى كما هي ننتقل إلى الضمير نحن قلنا نحن فعله الماضي يجب أن يتصل به نون الفاعلين فهنا نقول نحن تفقدنا إذن لدينا هنا نون الفاعلين وأشجار الحديقة يبقى كما هو إذن لنتذكر ما قلنا في ظمائر المتكلم فيما يخص أنا فعله الماضي يجب أن يتصل في آخره بتاء الفاعل أما نحن فعله الماضي في آخره نون الفاعلين وهكذا نقول قد راجعنا المقطع الأول من اللغة العربية وهذه المراجعة تبنها تكون واضحة ومفيدة للجميع إلى فرص أخرى أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة